العدو الأول لنا في مباراتنا مع فرنسا كان الإجهاد كان هم متفوقين بدنيا عندنا تفتكر العدو الأول في مبارات اليوم حيبا هو العدو الأول أو التحدي خليني ماشي في كلام حضرتك احنا العدو ده قبلناه لما وصلنا الإكستراطايم عشان كنا كنا متخوفين نوصل الإكستراطايم المنتخب الفرنسي أكوى بدنيا أكوى زهنين اللي جانا برضه عامل الجمهور فده اللي احنا لحد ما ما كناش عاوزين نوصل له في الماتش الكورتر الفاينال لكن المنتخب المغربي انا شايف ان المعدل البادري بتاعه لحد المقلب كتير من المنتخب الفرنسي خصوصا شوفنا الماتش اللي فات من المنتخب الأسباني أجهد بدنيا جدا وحتى كان المدير الفني واقف على الخط اتأخر جدا في التغييرات وكان فيه لقطة كمان وحنا بنتكلم على وريدر الكراكي ما حبناش قوي ان المدير الفني اللي هو المنتخب الأولاني كان بيبتري يدخل في الامور الفنية وابتلي يوجه اللعيبة وحتى كان فيه كدر موجود ما بين شوطين المباراة وهو وطالع من قط غرفة الملابس عمالي يوجه اللعيبة فكل الامور دي طبعا أثرت على المستوى البدني والزهني للعيبة المنتخب المغربي المنتخب الأسباني مع طبعا قوة المنتخب الأسباني ردا على سؤال لحضرتك انا شايف ان حتة الامور البدنية لحد ما ممكن يتفاق فيها المنتخب المغربي مع بعض العناصر الغيابات النهاردة بتتكلم عن عمر فايد مش موجود عشان طبعا حالة الطارد ما أعطى بان حمد عيد غايب نتيجة الإصابة لكن في نفس الوقت احنا عندنا لحد ما جودة أفراد على المستوى الفردي ممكن تعود الغياب وانا شايف العنصر بدني بالعكس ممكن يكون صالحنا عكس المباراة اللي فاتت أمام المنتخب المغربي وفيه ظهور كده لبعض اللعيبة في المباراة على مدار البطولة الحقيقة في المباراة السابقة زيزو ونني وشايف التشكيلة ممكن تكون ازاي وبالتالي يبقى فرص الفوز أكبر لانا شايف ان زيزو ونني بقدموا دور مميز جدا يعني ممكن احنا في أول البطولة مكناش حاسين بالتركيبة شوية مناسبة دايما المدير الفني المنتخب يدور على الأنسب وليس الأفضل فبالتالي كانت تركيبة المطش الأولين أمام المنتخب الدور مكان ما كانش أفضل شيء لكن شفنا بعد كده في فيديوهات كتير ازاي الدور المعنوي لزيزو ونني تحديدا ثم بعد كده الدور الفني المميز جدا اللي قدمه زيزو في الثلاث مطشات اللي فاتت سوى المطشين في دور المجموعة أو حتى مطش الكورتر فانل مع طبعا تقلق ويعني بلورت بصراحة محمد النني وتحس اللعيب فعلا بيرد على كل الانتقادات اللي كانت بشو انتقادات انا شاف ان في ناس شككت كتير جدا في المستوى عشان عدم طبعا اختيار كابتن حسام حسن ليه في المنتخب الأولاني لكن ردا على سؤالك انا شاف التشكيل هو اللي ممكن احنا نبدأ بيه لانه هنا بيه المباراة اللي فاتت طبعا حمزة علاء اللي بقدم دور مميز جدا في البطولة ويعني اتمنى اتمنى ان طبعا نرجع للسياق المحلي يتم عارضه ان الراجل ده فعلا قدم اداء مميز جدا جدا تكلم على باك رايت انا اتوقع طبعا ممكن محمد شحاتة طبعا اش في غياب احمد عيد عشان الاصابة اتنين سنتر بكات محمد طارق اللي نزل طبعا بعد حالة الطارد بعد يعني خروج عمر فايد نتيجة الطارد المباراة اللي فاتت مع طبعا حسامة عمي جيدة اللي بقدم مردود ايجابي كويس جدا في المباراة الفاتت طبعا باكليفت كريمة دي بيس تلاتة نص ملعب اكيد اني طبعا ومحمد صبر وكوكا والسلسل الامامي زيزو وحسامة فصل بقدم مردود ايجابي جدا جدا في البطولة وده فعلا حسامة فصل يعني بيسكن كل الالسانة اللي قالت مش لازم دور المواجن بس هو الاهداف لا بالعكس مع طبعا انا شايف النجم الاول للبطولة هو ابراهيم عادل اللي يعني نفسي يوجه الورساله هو ارجوك يا ابراهيم كفاية يعني اخرج عن سياق الدولي المصري ولازم يحترف فانا ده اتوقع ده التشكيل الانسب والافضل للمنتخب المصري نارد اما المنتخب المغربي باذن الله يعني